اشتركوا في القناة اللي هو يستحقها بس لاننا في شهر كريم ولكن احنا حنتكلم بمنتهى الهدوء وحنرد على الشخص اللي تطاول على مصر وعلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وعلى الجيش المصري وحنخلي يعرف مين هو عبد الاحتلال والوصف ده حتعرف ايه المقصود بيه بعد شوية لو حضرتك مستغرب من كلامي فحنا النهاردة حنتكلم عن القيادة الحمساوي الحقير الإرهابي طلال نصار اللي ظهر يوم 26 مارس الجاري على شاشة القناة التسعة التركية اللي هي طبعا زي ما حضرتكم عارفين قناة نطقة باسم الإخوان المسلمين المهم طلال الحرفيا مصر جزء من حصارنا وقتلنا ودبحنا وعبدالفتاح السيسي لا يفرق عن نتنياهو ومش بس كده الشخصية الحقيرة دي تطولت على رئيس السيسي في عدة فيديوهات ملهاش حصر لان عدد الفيديوهات اللي طلال نصار بيشتم فيها رئيس السيسي بألفاز قذرة كتيرة جدا ويعتبر انه متخصص في سب وقصف رئيس السيسي يعني هو ما عندوش حاجة في حياته يعملها غير انه يستخدم اقزر الالفاظ في سب وقصف خصومه السياسيين ومنهم طبعا رئيس السيسي او نقدر نقول انه على رأس خصوم طلال نصار السياسيين رئيس السيسي وانا مش فاهم هو ازاي رئيس السيسي بمكانته وبأمته يكون خصم سياسي لصرصار وضيع ملوش اي ايمة ولا وزن زي طلال نصار دي حاجة من عجايب الزمن يا جماعة المهم انا وقع في ايدي فيديوه لطلال نصار بيوجه كلامه في الفيديو ده لرئيس عبدالفتاح السيسي بشكل مباشر وبيقول ان رئيس السيسي استمد سلطته من امريكا واسرائيل لان هم اللي عينوه علشان يحكم مصر وان رئيس الاسبق محمد مرسي هو رئيس الشرعي وان اللي حصل في 2013 انقلاب وان عبدالفتاح السيسي اسمه الحقيقي عبد الاحتلال السيسي شايفين السفالة والوقاحة واصلة مع السرصار الجاربوع ده لحد فين؟ طيب انا النهاردة ايطلال حرفك مين هو عبد الاحتلال وطالما ان انت فجرت في الخصومة للدرجة دي فانا بعون الله حربيك من اول وجديد ولولا اننا في شهر فضيل اقسم بالله كنت ضربتك بالجزمة على وش اهلك بس انا بحاول امسك نفسي شوية علشان احنا في رمضان ولكن اكيد اكيد هيكل لنا لقاء بعد رمضان ولقاءات وساعتها اقسم بالله هخليك تكره اليوم اللي اتولدت فيه وهخليك عبرة لمن يعتبر بس صبرك علي كده تخيلوا بقى مين اول واحد زاد في الزيطة ونشر تطاول طلال نصار ضد رئيس السيسي اكيد طبعا ابن السمصار جمال غيان زي مهو ظاهر قدام حضراتكم كده على الشاشة جمال فرحام بالكلام اللي قاله طلال وده شيء غير مسترعب لان الطيور على اشكالها تقع وعموما احنا مش هنتكلم عن الكلب جمال غيان النهاردة ولكن انا حبيت ان اوضح لحضراتكم مين اللي ورى طلال ومين اللي بيونشور كلامه ومين اللي بيلمعه اعلاميا طبعا الفيديو اللي احنا هنشوفه دلوقتي والخاص بقناة التسعة التركية تم اعادة نشره على جميع صفحات وحسابات ومنصات الاخوان برد النظر عن جنسيته وتم اعادة نشره على منصات اخبارية مهدية للدولة المصرية في تركيا وفي بريطانيا تحديدا تعالوا نشوف الفيديو ونرجع لبعض تاني مصر لن تقبل اجتياح رفاح مصر جزء من حصارنا وقتلنا فلما فان يفرق بين عبد الفتاح والنتن هو اغبى انسان على وجه الارض عبد الفتاح يحاصرنا عبد الفتاح يقتلنا عبد الفتاح يدمرنا عبد الفتاح يكذب علينا وعلى شعب مصر ويقسم الايمانة والايوان كالايمان كذبا وزورا وافتراء نعم ان مصر بقيادة عبد الفتاح جزء من قتلنا جزء من زبحنا جزء من حصارنا والله لا يختلف عبد الفتاح عن نتنياهو طلال بيقول ان مصر مشتركة في قتل ودبح اهالي قطاع غزة والشخصية الحقيقة دي بتحلف بالله كذبا وزورا على كلام ما حصلش فتخيل ان في واحد بيقسم بالله وبياغلظ الايمان على كلام كذب وضلال وافتراء ما حصلش متخيلين عقلية الناس دي؟ طيب خلينا اقولك ان طلال نصار دا واحد من مؤسسين كتائب القسام بس ما بيحاربش معاهم لا هو هربان في التركيا وكان مطارد لسنين طويلة ومجبوه في تعاملاته المالية ومن الاخر حرامي وده شيء طبيعي هما اللي انت عايز مثلا واحد ضلال يسافل زي دا يكون ايه جراح مخ وعصاب ما هو اكيد نصاب وهربان وسرق فلوس الناس وسرق المساعدات اللي كانت بتوصل لحماس عمله ارشين حلوين وهرب بيهم على تركيا انت فاكر يعني ان طلال نصار دا بيحارب مع ناصر كتائب القسام على الارض ضد الاحتلال تبقى حضرتك طيب جدا وغلبان قوي لو فاكر حاجة زي كده طلال عايش في افخم الفنادق في تركيا وبيصرف من الفلوس اللي سرقها من الناس في قطاع غزة بيصرف من الفلوس اللي سرقها من التمويل القطري الحماس يا بيه احنا لو هنتكلم عن الشخصية القاضرة دي فاحنا محتاجين حلقات على الاقل كده حلقة مدتها ساعة كاملة بس للأسف ما ينفعش ان احنا نعرضها في رمضان اصلا لان هيكون فيها بلاوة وامتلتلة انا لما دورت في تاريخ طلال نصار دا لقيت معلومات كتبينها اهالي غزة نفسهم عن تجاوزات مالية وجنسية وفضايح يا بيه يعني الشخص اللي انت شفته بيحزق دا هو في الحقيقة نصاب ومتحرش وبتاع نسوان وعنده تاريخ مشبوه من العلاقات الجنسية والفساد المالي فلو حضرتك فاكره مجاهد وايم نايم على سجادة الصلاة فحضرتك طيب جدا هم بيربوا دأنهم علشان يبيعوا بيها البضاعة للناس والبضاعة هنا هي الكلام يعني واحد بدأنه بيسمي نفسه مجاهد وطلع يشتم في الأنظمة العربية فالناس هتقول الله هو دبع فعلا للمجاهد التمام بس لما تعرف ان الشخصية القزة هاتي حرامي وجبان وعايش أفقم حياة في تركيا وعنده تاريخ قزر في العلاقات الجنسية المشبوهة زي كتير من اللي مربيين دقونهم تجارة وهم في الأصل مزيكة فأكيد هتعرف ساعتها انه أعرب انه يكون رئيس مافيا من مؤسس لكتائب القسام اللي المفروض انه هي كيان مقاوم للاحتلال أنا لو أقولك طلال نصار دا استفاد قد ايه ماليا من قطر وسرق فلوس حجمها قد ايه انت مش هتصدقني الراجل دا مرتزق عالمي يعني طلال دا هو أقصى مستوى في الارتزاق ممكن انك تشوفه في حياتك من الآخر طلال هو الوحش اللي بيطلع في آخر اللعبة يعني مستوى عالي جدا من الرخص والارتزاق ولكن علشان احنا ناس مؤدبين ومحترمين وصيمين مش هنتكلم عن تاريخ طلال في نهار رمضان وهنخليها لحلقة تانية بعد رمضان ان شاء الله سامى واحد بيقول لي على فكرة يا انديل انت بتفتري الكتب على طلال نصار دا وده حرام هقولك يعني هو يفتري علينا الكتب ويتهمنا في شرفنا وفي أعراضنا ويرمي بلع علينا وبالنسبة لك دا حلال وإحنا لما نتكلم عن تاريخه الوسخ والمجبوه والقذر وبنقول حقيق قالها عنه الناس اللي تعرفه شخصيا يبقى حرام؟ احنا مش هنتكلم عنه لا دا حندوس على وشه ووش أهله بالجزم كمان هدي نفسك كده علشان الأشكال دي ماينفعش معاها الاحترام وعموما يا محترم لو انت معتبر اني كداب ما عنديش مشكلة بس انا عايزك برضو تعتبر طلال نصار دا كداب لانه على الاقل انا الكلام اللي بقوله في حقه جايبه من كلام أهل غزة عنه وبرضو مش بقسم بأغلز الايمان على صحته ولكن هو بيجدب وبيضل للناس وبيقسم بالله انه مصر بتقتل وبتتبح أهالي غزة بالاشتراك مع اسرائيل فلو انا كنت مهتم بالبهتان على طلال دا او بجزب في حقه فهو مش بس كذبه ومنافق ولكنه كمان أفاق ودي درجة أعلى من البهتان بكتير طبعا انا مش هشرح لحضرتك قد ايه مصر بتساعد أهل غزة وقد ايه رئيس السيسي مهتم بإنهاء الحرب وقد ايه مصر قدمت مساعدات رزائية وإنسانية للقطاع احنا اتكلمنا في عدد كبير من الحلقات قبل كده عن سرقة المساعدات المصرية والدولية عموما من تجار الزويين بمساعدة عناصر من بلطجية حماس والكلام ده مذبت صوت وصورة ومنشور في جميع الصحف العالمية من أول واشنطن بوست وصحيفة والستريت جورنل لحد المواقع الإخبارية التابعة للكيان الصهيوني يعني فضيحة بجلاجل وتم إثباتها بدل المغر مليون والخيمة القطرية متلت تلاف شكل تشهد وكيسي ديه أبو 267 دولار يشهد احنا مش بنفتري عليهم احنا بس بنكشف وسختهم وحقارتهم وقذرتهم من الناس لا أكثر ولا أقل أما كلام طلال عن إنه مفيش فرق ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وما بين نتنياهو وإن اللي اتنين بيقتلوا شعب غزة وإن اللي اتنين ضد حماس فأنا هقولك لأ فيه فرق كبير قوي الرئيس السيسي ده سعى لحماس بالجزمة من 2013 لحد 2017 وقرم قيادات حماس إن هي توطي تبوز جزمته علشان يعفي عنها ويلغي قرار اعتبار حماس منظمة إرهابية وحماس قالت احنا توبنا إلى الله ومش حنتدخل في الشأن المصر تاني بس نتنياهو بقى استمر في تمويل حماس واستمر في تغزية حماس سياسيا على الصعيد الدولي من خلال قطر الكلبة بتاعة إسرائيل ونتنياهو هو الأب الروحي للمكتب السياسي لحركة حماس بدون منازع فالفرق هنا إن رئيس السيسي دسعى لحماس بالجزمة وقطع دابيرهم من مصر نهائيا ولكن نتنياهو هو اللي كان بيصرف على حماس عن طريق قطر فما ينفعش إنك تساوي ما بين الرئيس السيسي ونتنياهو يا طلال يا حلوف وعموما تعالوا نشوف الفيديو التاني اللي أنا اتكلمت عنه في بداية الحلقة واللي بيوجه في طلال نصار رسالة مباشرة لرئيس السيسي وبيتطول على رئيس السيسي بالسب والقصف بشكل مباشر وبيوصفه بأنه عبد الاحتلال وأنا مش عارف أحدد بالضبط تاريخ نشر الفيديو ده بس عموما هو فيديو مشهور لطلال نصار وتم تدوله بشكل واسع بعد هجومه على رئيس السيسي على شاشة القناة التسعة التركية يوم 26 مارس الجاري فتعالوا نشوف الفيديو ونركع لبعض مرة تانية أنت من تمثل؟ أنت لا تمثل إلا الصهاية أنت لا تمثل إلا الإرادة الأمريكية ولذلك أي حاكم يكتسب شرعيته إما من شعبه وإما ممن عينوه الرئيس الشرعي الدكتور الشهيد محمد مرسي اكتسب شرعيته من شعبه ولذلك قتلتموه وانقلبتم عليه ولذلك عندما يكون الرئيس بقوة وحجم الدكتور محمد مرسي قال بلغة الواثق بالله مستمدا كلماته القوية من هذا الشعب الذي أعطاه تفويلا قال لن نترك غزة لوحدها أما أمثالك وأمثال عبد الفتاح أو عبد الاحتلال قالوا نعم لحصار غزة ولتجويعها وكنتم أداة بيد الاحتلال وبيد الإدارة الأمريكية كيف لأنك استمتت الشرعية من من عينوك وستبقى عبدا ذليلا وضيعا حقيرا تحاول أن تشوي حركة المقاومة الإسلامية حماس الذي والله لن تستطيع لا أنه ولا الاحتلال ولا بايد من الخلف ولا كل الذين تأمركوا وتصعينوا أن يقتلعوا حماس التي تجذرت في قلوب أبناء الأمهات أنا هنا ولا هتكلم عن محمد بورسي ولا هتكلم عن الإخوان ولا هتكلم عن طور التلاتين يونيا ولا هفتح المواضيع دي خالص ولكن أنا استوقفتني كلمة السيسي عبد الاحتلال فقلته هو إزاي ممكن شخصية حقيرة زي طلال نصارة هربان في توركية وسمصار سلاح ومجبوه في التعاملات المالية والعلاقات الجنسية وعنده تاريخ زي الزفت أقرب لرئيس مافيا من كونه مجاهد زي ما بيدعي فمين فيهم عبد الاحتلال؟ هل السيسي اللي بيدفع عن بلده وحمي أرضه وعرضه وشرفه وكرمته وقال إن مصر ما يحكمهاش فصيل إرهابي تجيله الأوامر من تركيا أو قطر وإن مصر يحكمها بس ولدها الرئيس اللي قد حرب ضخمة ضد الإرهاب في سينة لحد ما قضى على الإرهاب تماما بفضل الله ثم بفضل أصود القوات المسلحة المصرية وبمشاركة القبائل السينوية المصرية الجدعان ولو كان رئيس السيسي مش على حق ربنا ما كانش نصره أبدا ونيكي للنحية التانية ونشوف طلال نصار هل هو عبد الاحتلال؟ ولا مش عبد الاحتلال؟ خلينا نشوف طلال نصار قيادي في تنظيم مصنف إرهابي على المستوى الدولي دي نقطة النقطة التانية أن الحلوف ده متورد في عمليات رسيل أموال وصمصرة وفي بيع السلاح ده غير أنه سرق مبالغ طائلة من المساعدات القطرية اللي المفروض أن هي رايحة الأهالي غزة ده غير أنه هربان في تركيا وسيب عناصر كتايب القسام اللي هو كان جزء من تأسسها تحارف لوحدها ضد الاحتلال وهو بيتفرج عليهم في التلفزيون فأنت مش عبد الاحتلال؟ ده أنت عبد جزمة الاحتلال يا طلال؟ مش رئيس السيسي وأي واحد عائل حيقول أن وصف عبد الاحتلال بينطبق تماما على طلال نصار لأنه أولا جبان ثانيا حرامي ثالثا ما عندوش الشجاعة أنه يواجه المحتل لوجها اللي وجه ولكنه بيهاجم الاحتلال من على شاشات التلفزيون في تركيا وبريطانيا والمفروض أنه يكون أول شخص يشيل السلاح ويحارب احتلال بعد دخوله لغزة وهو لو عايز يرجع غزة بالمناسبة يعني في وسط الحرب كان حيقدر يرجع ولكنه أجبا من أنه يرجع لأنه ببساطة مش عايز يموت هو عايز يفضل عايش حياته غفاهية في فنادق قطر وتركيا ويستمر في الصمصرة من صفقات السلاح وسرقة التمويل القطري ويعيش برحته بقى في العلاقات الجنسية في كبريهات تركيا وبريطانيا وشارع تأسين ولولا أننا في شهر فضيل كنت قلت كلام أكتر من كده بكتير لأن ببساطة الأشكال القذرة اللي زي طلال نصار دي مش محمد أنديل بس هو اللي بيكرههم أو بيحتقرهم لا أنت عندك فلسطينيين من قطاع غزة شايفينه ضلالي وحرامي وابن ستين كلب ما هي غزة بالمناسبة مش كلها حمسوية علشان يداروا عليه وعلى فضايحه ولهم مش مصدقني يا سيدي ادخل أي منتدى لأهالي غزة على الإنترنت وانت هتقرى وتسمع بلاوي هتقرى وتسمع شهادات حية من الناس عن قيادات الإرهاب اللي بيقولوا عن نفسهم مقاومة وخلي بالكم أنا هنا مش بتكلم عن المقاومة في حد ذاتها أو بتكلم عن فعل المقاومة أو بوصف فعل المقاومة إنه إرهاب لا أنا بتكلم عن قيادات حماس وبوصفهم تحديدا إنهم إرهابيين ولكن كيان حماس من العناصر اللي بتقاتل على الأرض ضد المحتل وسلحهم موجه تماما نحية إسرائيل فدول الناس بتدافع عن أرضها وليهم كل الاحترام لكن أنا كلامي عن القيادات يعني طلال نصار اسماعيل هنية خالد مشعل وسامة حمدان اللي هم الشلة الوسخة اللي عايشين حياتهم خارج قطاع غزة في فنادق لبنان وتركيا وقطر وعايشين على وش الفتة كده زي ما بيقولوا ولكن أي شخص داخل قطاع غزة أو في الضفة الغربية سواء كان حمساوي أو فتحاوي أو من الجهاد أو من أي فصيل تاني شال السلاح ودفع عن أرضه ضد الاحتلال الإسرائيلي ففجية نظريه هو شخص محترم وبيؤدي واجبه تجاه وطنه وأكيد أننا ماينفعش نساوي أبدا ما بين شخص بيقوم بدور بطولي على أرض الواقع بأشكال قزرة زي طلال نصار وباقي قيادات حماسة لهربانين خارج القطاع عرفت بقى يا طلال أن أنا منصف وإني مش فاجر في الخصومة زيك وإني بعرف أفرق ما بين الحرامية والضلالية وأولاد الحرام اللي شبهك وما بين الشعب الفلسطيني على مختلف توجهاته السياسية اللي بيشيل السلاح وبيدافع عن أرضه بطل ولكن اللي شبهك هم اللي سفلة ورخاص ومرتزقة عرفت بقى يا طلال أن إحنا أولاد ناس وعرفين نفغيق ما بين الأشكال الضلة اللي شبهك وما بين أهالي فلسطين اللي هم أخوتنا غصب عنك وغصب عن مكتب حماس السياسي أنا لسه عندي كلام كتير عايز أقوله ولسه فيه فضايح كتير عايز أتكلم فيها وبفكر أن نعمل سلسلة عن فضايح قيادات حماس وده إن شاء الله ممكن نشتغل عليه بعد رمضان ولكن أنا حاولتي أن أوضح لحضراتكم الوجه الحقيقي القذر للأشكال اللي بيقولوا عن نفسهم قيادات مقاومة وهم قيادات موفيا وإرهابيين وأنجاس في النهاية حفظ الله مصر حفظ الله الشعب المصر العظيم تحيا مصر يحيا فخامة رئيس عبدالفتاح السيسي تحيا القوات المسلحة المصرية تحيا فلسطين حجة مستقلة وشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة